مؤشرات التذل على أنه فيه تنمية اقتصادية فيه حركية اقتصادية هذه الحركية اللي راهي دايما فيه تصاعد على مستوى عدد المستخدمين وكذلك على مستوى عدد المشتركين وكذلك على مستوى الوعاء الاشتراك ليشته زيادات على نسبة 12% في القطاع الاقتصادي الخاص وحده فهذه المؤشرات يجب تعزيزها والعمل أكثر باش نلحقوه للمعامل الديمغرافي اللي هو عدد المشتركين بالنسبة للعدد المتقاعدين الآن فيه على مستوى وليتي ترى ننظره في واحد فاصل تنين فلازم نخدموه باش نلحقوه لثلاثة إلى ربعة باش تبدأ يدخل الصندوق في أرياحية وهنا وهذه الأرقام تؤكد أنه في الجزائر ما عندناش عجز كورونيك عجز دائم عندنا عجز مرحلي عجز انتقالي بمجرد ان شاء الله التنمية هذه تبقى في التصاعد تحاو وتكون على أسس الآن رأي على أسس سليمة الآن رأي على أسس صحيحة نظيفة فهذه الانتلاقة رح تكون انتلاقة سليمة وكل ما يكون هذا التعزيز والامتصاص من الإطار غير رسمي ترجمة نانسي قنقر